السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنقدم اليوم تفسير حلم الحزاء في المنام أولا تفسير حلم شراء حزاء جديد للعزباء رأى الفتاة العزباء أنها تقوم بشراء حزاء جديد في المنام فإن لهذه الرؤية عدة معاني وتأويلات ولكن في أغلب الأحوال تكون رؤية شراء الحزاء الجديد خير كثير يصيب صاحب الرؤية وقد تعني رؤية شراء الحزاء الجديد في منام الفتاة العزباء أنها على موعد قريب مع الخضة أو الزواج من شخص صالح يحمل لها السعادة وقد تدل الرؤية على أن صاحبة الرؤية على موعد مع العديد من المكاسب المالية والمادية والرؤية تشير أيضا إلى أن هذه الفتاة ستكون مصدر سعادة وفرح لأسرتها تفسير حلم حزاء صغير لطف رؤية شراء حزاء طفل صغير فإن هذه الرؤية يتوقف معناها على حال صاحب الرؤية ولكن في حالة كان صاحب الرؤية رجل فأن رؤية شراء حزاء الطفل الصغير في منام الرجل بمثابة انعكاس لشعور هذا الرجل بالإهمال من المحيطين به وهو في حاجة إلى المزيد من الاهتمام والرعاية من الأشخاص الذي يهمهم أمره ومقربين منه وأما إذا كانت صاحبة الرؤية امرأة متزوجة فأن الرؤية إشارة إلى رغبة هذه المرأة في إنجاب طفل تفسير حلم المشي بدون حزاء لابن سيرين وأما من يرى في منامه أنه قد فقد حزاءه ويمشي حافيا بدون حزاء فأن رؤية المشي حافيا بدون حزاء تشير إلى ما يمر به صاحب الرؤية من قرب وضيق وشدة وقد يكون ذلك دليل على أن صاحب الرؤية يتعرض لخسائر مالية أو يمر بوعقة صحية كأن يصاب بمرض ما ولو كان صاحب الرؤية طالب فأن الرؤية تشير إلى تأخر مستواه الدراسي وقد تعني أيضا وجود عقبات كثيرة في العمل لدى صاحب الرؤية وقد تعني أيضا وجود الخلافات في محيط العمل والأسرة والمشي بدون حزاء قد يدل على ما يعاني منه صاحب الرؤية من دين وهموم تفسير حلم المشي بدون حزاء للعزباء رؤية الفتاة العزباء أنها تمشي حافية بدون حزاء في المنام فأن هذه الرؤية تشير في أغلب الأحوال إلى العلاقة العاطفية لصاحبة الرؤية ولو رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تمشي حافية بدون حزاء ثم ترى أن هناك شخصا ما يعطيها حزاء أو يلبسها حزاء في النهاية فأن هذه الرؤية محمودة حيث تشير إلى زواجها في القريب إن شاء الله وأما إذا رأت أنها تمشي أو تجري بدون حزاء فهي إشارة على بحثها عن شريك حياتها تفسير حلم المشي بدون حزاء للمرأة المتزوجة إذا رأت المرأة المتزوجة في المنام أنها تمشي بدون حزاء فإن هذه الرؤية تشير إلى معاناة صاحبة الرؤية من الخلافات والنزاعات بينها وبين زوجها وبين أهل زوجها لأنهم يكونون السبب فيما يحدث من خلافات بينها وبين زوجها وعليها أن تحسن التفكير والتصرف حتى لا تسمح لأحد بتعكير صفو حياتها مع زوجها وقد تعني هذه الرؤية إلى أن صاحبة الرؤية ستمر بضغئة مالية وانخفاض في المستوى المالي تفسير حلم المشي بدون حزاء للمرأة الحامل رؤية المرأة الحامل أنها تمشي بدون حزاء في المنام وهي حافية القدمين فإن هذه الرؤية تشير إلى ما ستمر به هذه المرأة الحامل من تعب ومن معاناة خلال فترة حملها كما أن هذه الرؤية تشير إلى وجود بعض الصعوبة التي ستمر بها خلال عملية الولادة لكن هذا لا يمنع أن هذه الرؤية في بعض الحالات تكون إيجابية وتدل على البرقة ولكن هذه التفسيرات في حالات نادرة تفسير حلم فقدان الحزاء للمرأة المتزوجة رؤية فقدان الحزاء للمرأة المتزوجة أو ضياع الحزاء هو دليل على ما تمر به هذه المرأة من مشاكل والاضطرابات في حياتها الزوجية والأسرية والتي تتطلب منها اتساع أفق وتفكير جيد حتى تكتاز هذه المشاكل ولا تؤثر بالسلب عليها هي وزوجها وفي حالة أن صاحبة الرؤية رأت أن حزاءها يضيع أو يسقط منها في النهر أو البحر فإن هذا دليل على أن زوجها يتعرض للإصابة بمرض معين ولكن ما يلبس أن يتعافى من هذا المرض تفسير حلم الحزاء الأسود للعزباء رؤية الفتاة العزباء حزاء لونه أسود في المنام فإن اللون الأسود يشير إلى الصفر المتعلق بالعمل وتحقيق الأهداف والصروة كما يشير إلى البحث عن شريك الحياة وأما إذا رأت الفتاة العزباء أن حزاءها الأسود قد ضاع منها فهذا إشارة إلى ضياع أمية كانت تتمناها أو عدم تحقيق الهدف الذي كانت تسعى من أجل تحقيقه وضياع الحزاء في الماء يدل على إصابة شخص عزيز عليها بمرض ما أما عن رؤية المرأة أنها تلبس حزاء في المنام فلو كان هذا الحزاء الذي تلبسه جديد فهي على موعد مع التعرف على شخص جديد يدخل حياتها وسوف تتعلق به بشدة وإذا كان الحزاء الذي ترى أنه تلبسه في المنام حزاء زوكعب عالي فهي إشارة إلى ارتباطها بشخص له مكانة كبيرة ومنصب مهم للغاية ورؤية صرقة الحزاء منها هي إشارة إلى المشاكل التي بينها وبين شريك حياتها والتي قد تنتهي بالطلاق والله أعلم تفسير حلم رجل يشتري حزاء رؤية الحزاء في المنام للرجل له العديد من الدلالات فإن رؤية شراء الحزاء الجديد المريح تشير إلى أن صاحب الرؤية على موعد مع سماع أخبار جيدة وسعيدة وإذا كان الحزاء الذي رأاه صاحب الرؤية قديما وممزقا فهذه إشارة إلى ما يوجد في حياة صاحب الرؤية من صعوبات وعقابات في طريقه وإذا رأى صاحب الرؤية أنه يقوم ببيع الحزاء فهذه إشارة إلى أنه سيتغلب على مشاكله ويكتازها مع وجود المساعدة من شخص قريب إذا رأى صاحب الرؤية أنه يقوم بإعطاء شخص ما حزاء في المنام فذلك يدل إلى أن صاحب الرؤية سينفصل عن زوجته ويرتبط بغيرها ولو كان الحزاء الذي يعطيه لهذا الشخص غير حزاءه فربما هي مساعدة يمنحها لهذا الشخص وأما إذا رأى صاحب الرؤية أن هناك شخص يعطيه حزاء فهذه الرؤية دليل على أن صاحب الرؤية على موعد مع زواق قريب تفسير حلم شراء حزاء أبيض للعزباء إذا رأت الفتاة العزباء في المنام أنها تقوم بشراء حزاء أبيض وكانت تجد أن هذا الحزاء واسع ومريح فهذه رسالة لها بعض التردد في أمر زواج والرؤية في الغالب خير لهذه الفتاة ولأهلها كما أن لون الحزاء الذي تشتريه الفتاة العزباء في منامها دلال على شخصية الرجل الذي يسمى للزواج فلو كان لون الحزاء الذي تشتريه أبيض دل ذلك على أنه شخص عفوي ولو كان أسود يشعر بالحزن ولو كان أزرق دل على أنه شخص هادئ ولو كان الحزاء أخضر دل على أنه شخص صالح ومحبوب من المجتمع تفسير حلم ارتداء حزاء رياضي للعزباء إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تقوم بارتداء حزاء رياضي فإن هذه الرؤى من الرؤى المحمودة للغاية وتحمل البشرى لصاحبة الرؤية خاصة إذا كان الحزاء الرياضي التي رأت أنها تقوم بارتداء في المنام لون أزرق حيث تشير أن هذه الرؤية لتحقيق الكثير من الأمور الإيجابية في حياة صاحبة الرؤية فلو كانت طالبة فهي مع موعد مع النجاح ولو كانت تمر بمشاكل مع الأسرة والعائلة فأن هذه المشاكل والمنازعات ستنتهي ولو كانت تخاف أو تخشى من شيء ما فأن الرؤية بشرى لها بالأمان والطمأنينة وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد لا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد